بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الثالث بعد أن قمنا بقراءة درس الغذاء المتوازن وقمنا بشرح معاني كلماتي وأفكاري سنأخذ اليوم الاستخراج سنستخرج مجموعة من القواعد والأنماط اللغوية والإملائية هيا معي يا ثالث افتحوا كتابكم على صفحة خمسون ثم نقوم بكتابة اليوم والتاريخ هيا معي يا ثالث في البداية سأقوم بقراءة النص أقرأ الغذاء المتوازن جلست الأسرة تتناول طعام الغداء لاحظت الأم أن سلمة لا تأكل إلا البطاطا سألت الأم ابنتها عن السبب قالت سلمة إنني أحب البطاطا يا أمي قالت الأم إن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية كثيرة وكل نوع من الطعام له فوائده قال الأب علينا أن نحرص على تناول تناول الغذاء المتوازن سألت سلمة وما الغذاء المتوازن يا أبي أجاب الأب الغذاء المتوازن يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض قالت الأم الطعام المتنوع ضروري لصحة الجسم ردت سلمة سوف أحرص على تناول غذاء صحي ومفيد الآن يا ثالث سنقوم بقراءة فقرة فقرة ونستخرج منها القواعد هيا معي هيا يا ثالث عنوان درسنا الغذاء المتوازن كلمة الغذاء يا ثالث تعني الطعام أحسنتم أيضا يا ثالث كلمة الغذاء كلمة تدل على اسم أحسنتم أيضا يا ثالث ما نوع الهمزة هنا همزة توصل وهي ألف بدون همزة وغالبا تكون في أل التعريف وتأتي في بداية الكلام أحسنتم كلمة الغذاء أيضا نوع اللام هنا لام قمرية تكتب وتلفظ وحركتها دائما السكون تنتهي كلمة الغذاء بهمزة منفريدة تكتب على السطر لماذا؟ لأنها سبقت بحرف المد الآ رائعين كلمة المتوازن أيضا كلمة تدل على اسم نوع اللام هنا لام قمرية نوع الهمزة هنا همزة وصل رائعين هيا معي جلست الأسرة تتناول طعام الغداء ننظر يا ثالث إلى كلمة جلسة جلسة كلمة تدل على فعل فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسرة منعا من التقاء الساكنين رائعين ما مضارحها؟ تجلسوا رائعين يا ثالث هيا نكمل كلمة الأسرة هي اسم يدل على من قام بالفعل إذن الأسرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره رائعين ما نوع اللام هنا لام قمرية ما نوع الهمزة همزة وصل لو هدفتها ثالث أل للتعريف كلمة أسرة نوع الهمزة هنا همزة قطع وأسرة فأسرة حكينا يا ثالث انميز بين همزة الوصل والقطع بإضافة حرف الو حرف الواو والف إذا لفضت الهمزة ونطقتها تكون همزة قطع وأسرة فأسرة رائعين يا ثالث تتناول كلمة تتناول أيضا يا ثالث كلمة تدل على فعل ما نوع الفعل هنا؟ فعل مضارح أحسنتم ما ماضيها؟ تناولت رائعين يا ثالث طعامة طعامة كلمة تدل على اسم اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل إذن طعامة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الغداء الغداء يا ثالث بحرف الدال الغداء وجبة طعام نتناولها وقت الظاهرة نوع الهمزة هنا همزة وصل نوع اللام لام قمرية استخدمت يا ثالث أداة الترقيم النقطة وتوضع في نهاية الجمل التامة المعنى رائعين لاحظتي كلمة لاحظة فعل ما نوع الفعل؟ فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء تاء التأنيف الساكنة حركت بالكسرة منعا من التقاء الساكنين رائعين الأم أيضا اسم يدل على من قام بالفعل إذن الأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ما نوع اللامونة؟ لام قمرية ما نوع الهمزة؟ همزة وصل يلا يا ثالث لو حذفت للتعريف كلمة أم وأم فأم إذن هنا الهمزة تنطق وتكتب إذن نوع الهمزة هنا همزة قطع رائعين أن كمان حرف أيضا هذا الحرف يحتوي على همزة نوع الهمزة هنا همزة قطع يهي نجربها نستخدم حرف العطف الوا والفا وإن فإن إذن نطقت رائعين يا ثالثة كلمة سلمة تدل على اسم اسم مؤنث تنتهي بألف لينة مقصورة رائعين لا حرف تأكل كلمة تدل على فعل مضارع أحسنتم يا ثالث ما ماضية؟ أكلت رائعين البطاطا كلمة البطاطا نوع اللام هنا لام قمرية أحسنتم أيضا يا ثالث الهمزة هنا همزة وصل رائعين وضعت يا ثالث أيضا النقطة وتوضع في نهاية الجملة التامة رائعين سألت الأم سأل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت بالكسرة منعا من التقاء الساكنين الأم اسم يدل على من قام بالفعل إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمة الظاهرة على آخر أحسنتم ابنتها ابنت اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل إذن ابنت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر هنا الها الها يا ثالث ضمير متصل يعود على الأم رائعين يا ثالث عن السبب عن حرف من حروف الجر السبب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر ما نوع اللام هنا لام شمسية تكتب ولا تلفظ وحركة ما بعدها الشدة رائعين أحسنتم هنا يا ثالث وضعت أداء من أدوات الترقيم الفاصلة وتوضع بين الجمل المتصلة المعنى توضع بين الجمل المتصلة المعنى لربط الجملة الثانية بالأولى وأن الكلام لم ينتهي رائعين قالت قالت فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر والتاء التأنيذ الساكنة لا محل لها من الإعراب رائعين يا ثالث سلمة سلمة اسم يدل على من قام بالفعل إذن سلمة فاعل رائعين هنا وضعت يا ثالث أداء من أدوات الترقيم وهي نقطتان رأسيتان وتوضع بعد القول إنني وإنني فإنني إذن ما نوع الهمزة هنا همزة قطع تنطق وتكتم رائعين أحب أحب كلمة تدل على فعل ما نوع الفعل هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعية ضمة الظاهرة على آخر البطاطا أيضا يا ثالث كلمة البطاطا تحتوي على مد الآ ط البطاطا رائعين يا ثالث يا أمي يا أمي هنا يا ثالث أسلوب نداء حرف النداء يا أمي منادة رائعين وضعت يا ثالث أيضا النقطة النقطة وضعت هنا في نهاية الفقرة رائعين قالت الأم قال فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والت تاء التأنيث الساكنة يا ثالث حركت بالكسرة منعا من التقاء الساكنين مضارع قالت تقول رائعين الأم اسم يدل على من قام بالفعل إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمت الظاهرة على آخره أداة الترقيم يا ثالث النقطتان الرأسيتان وتأتي بعد القول إن كلمة تدل على حرف ما نوع الهمزة هنا وإن فإن همزة قط تنطق وتكتم أحسنتم الجسم كلمة تحتوي على لام قمرية نوع الهمزة هنا همزة وصل رائعين يحتاج كلمة تدل على فعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعية ضمت الظاهرة على آخره أحسنتم إلى حرف جر عناصر عناصر كلمة تدل على جمع ما نوع الجمع هنا يا ثالث جمع تكسير مفرد عناصر عنصر أحسنتم غذائية غذائية ما نوع التنوين هنا يا ثالث تنوين كسر أيضا كلمة غذائية تنتهي بتا مربوطة متصلة وهي التا إذا سكنت تلفظها غذائية وإذا حركت تلفظت غذائية أحسنتم كثيرة أيضا نوع التنوين هنا تنوين الكسر والتا تا مربوطة منفصلة إذا تا مربوطة منفصلة إذا سكنت تلفظها كثيرة وإذا حركت تلفت رائعين أيضا يا ذال استخدمنا هنا أداء من أدوات الترقيم الفاصلة وتوضع بين الجمل المتصلة المعنى لربط الجملة الثانية بالأولى وأن الكلام لم ينتهي رائعين الواو حرف عط كل اسم رائعين نوع مفرد مفرد كلمة تدل على مفرد ما جمعها أنواع رائعين يا ثالث جمع تكسير من الطعام حرف جر الطعام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر ما نوع اللامون لام شمسية ما نوع الهمزة همزة توصل له فوائد كلمة فوائد كلمة تدل على جمع تكسير أيضا يا ثالث فوائد كلمة تحتوي على ها ها مربوطة منفصلة إذا سكنت تلفظها وإذا حركت تلفظها فوائده فوائده رائعين يا ثالث ونوضعت النقطة في نهاية الفقرة أو الجمل التام رائعين يا ثالث نكمل قال الأب قال كلمة تدل على فعل فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره أحسنتم أيضا يا ثالث ما مضارع كلمة قال يقول رائعين الأب اسم يدل على من قام بالفعل إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نقطتان رأسيتان وتأتي بعد القول علينا ننتبه يا ثالث هنا الألف ممدودة ننتبه في الإملاء أن نحرص أن نحرص هنا أن حرف نص رائعين نحرص فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخره هيا نكمل على حرف جر تناول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إن ميز يا ثالث إن كلمة تناول اسم كلمة تناول فعل رائعين الغذاء المتوازن كان يا ثالث نوع اللام لام قمرية نوع الهمزة همزة وصل في كلمة الغذاء كلمة المتوازن أيضا همزة وصل ونوع اللام هنا لام قمرية أداة الترقيم اللي استخدمتها النقطة في نهاية الجملة تامت المعنى أي نكمل سألت سلمة سأل فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والت تأنيف الساكنة لا محل لها من الإعراب ما مضارعها تسأل سلمة اسم وضعنا يا ثالث اسم يدل على من قام بالفعل إذن فاعل رائعين نقطتان رأسيتان من علامات الترقيم وتأتي بعد السؤال أو بعد القول وما الغذاء المتوازن يا أبي هنا يا ثالث جملة استفهامية بدأت بما ما حرف استفهام إذن ما آدات استفهام آدات استفهام تستخدم للسؤال عن غير العاقل ما علامتي هنا يا ثالث وضعت في نهاية الجملة الاستفهامية علامة الاستفهام إذن نميز هنا ما آدات استفهام أحسنتم يعني هنا هنا جملة استفهامية وتنتهي بعلامة استفهام أيضا يا ثالث يا أبي هنا أيضا أسلوب نداء يا حرف نداء أبي منادى رائعين يا ثالث هيا نكمل أجاب الأب أجاب كلمة تدل على فعل فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخر مضارحة يجيب الأب أحسنتم كلمة تدل على اسم أحسنتم اسم يدل على من قام بالفعل إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمة الظاهرة على آخر نقطتان رأسيتان بعد القول أو بعد السؤال أو الإجابة رائعين الغذاء المتوازن يحتوي كلمة يحتوي كلمة تدل على فعل مضارع رائعين ماضيها احتوى رائعين على حرف جر المواد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر أيضا كلمة المواد كلمة تدل على جمع تكسير التي اسم اسم موصول التي اسم موصول رائعين كلمة تبني كلمة تدل على فعل مضارع كلمة الجسم أيضا هنا اللام قمرية أحسنتم أيضا هنا الهمزة همزة توصل أيضا استخدم أتاة الترقيم الفاصلة وتوضع بين الجمل المتصلة لربط الجمل الربط الجملة الثانية بالأولى وأن الكلام لم ينتهي وتمده الواو هنا يا ثالث حرف عطف تمده هنا حرف مشدد أي مضعف أيضا كلمة تمده كلمة تدل على فعل مضارع هنا كلمة تمده تنتهي بها مربوط منفصل إذا سكنت تلفظها إذا حركت تلفظها تمده تمده أحسنتم أيضا كلمة تمده يذلك كلمة تدل على فعل مضارع بالطاقة هنا بحرف جر متصل الطاقة أحسنتم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كلمة اللازمة هي أصلها يا ثالث كلمة لازمة أضفنا يا ثالث الل التعريب وهنا اللام لام شمسية وسنقوم بشرح هذه القاعدة في الحصص القادمة أيضا كلمة اللازمة تنتهي بتام ربوطة متصلة إذا سكنت تلفظها اللازمة وإذا حركت تلفظها اللازمة أحسنتم يا ثالث وتحمي الواو هنا حرف عطف تحمي فعل مضارع الهاء يا ثالث ضمير يعود على الجسم أي نقمل من الأمراض من حرف جر من الأمراض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر نوع اللام هنا لام قمرية الهمزة هنا همزة وصل لو حذفنا للتعريف كلمة أمراض يا ثالث همزة قطع وأمراض فأمراض أحسنتم نوع الجمع هنا جمع تكسير وضعت أداء من أدوات الترقيم وهي النقطة وتوضع في نهاية الفقرة أو الجمل التامة رائعين قالت الطعام نوع نوع اللام هنا لام شمسية رائعين نوع الهمزة همزة وصل كلمة الطعام اسم إذن هنا جملة اسمية بدأت الطعام المتنوع ضروريا إذن الطعام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ماذا أخبر عن الطعام ضروريا إذن كلمة ضروريا خبر مبتدأ يا ثالث نوع التنوين هنا تنوين ضم رائعين يا ثالث أيضا هنا حرف مشدد ضروريا أحسنتم لصحتي اللام هنا حرف جر متصل صحتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره رائعين يا ثالث الجسم نوع اللام هنا لام قمرية أيضا همزة وصل وضعت علامة الترقيم النقطة في نهاية الجملة التامة هي نكمل ردت سلمة كلمة ردت يا ثالث كلمة تدل على فعل فعل ماضي رد فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره الفتحة يا ثالث وضعتها فوق الشدة أتى هنا أحسنتم تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الأعرام مضارحة ترد سلمة أيضا هنا يا ثالث اسم يدل على من قال ما بالفعل إذن فاعل أيضا كلمة سلمة تنتهي بألف لينة مقصورة وضعت علامة الترقيم النقطتين رأسيتين بعد ردت أو سألت أو أجابت أو قالت سوف أحرس أحرس يا ثالث ما نوع الهمزة هنا وأحرس فأحرس أحسنتم همزة قطع همزة تنطق وتكتم رائعين يا ثالث ما نوع الفعل هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمت الظاهرة على آخر ماضية حرس عفوا حرس أحسنتم على حرف جر تناول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر غذاء أحسنتم أحسنتم همزة منفردة قتبت على السطر لأنها سبقت بحرف المد آ نوع التنوين هنا يا ثالث تنوين الكسر صحي هنا يا ثالث كلمة تحتوي على حرفين مضعفين حرف الها وحرف اليا نوع التنوين تنوين الكسر الواو هنا حرف عطف مفيد أيضا كلمة تحتوي على تنوين ما نوع التنوين هنا تنوين الكسر إلى هنا يا ثالث انتهت الحصة لهذا اليوم ألقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته